ثورة طبية جديدة ستغير كافة أشكال العمليات الجراحية في العالم إذ انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجراح في لندن وهو يجري عملية عن بعد لمريضة فريدة من نوعها وهي موزة هل لكم أن تتخيلوا ذلك وتتخيلوا ماذا حصل بين روادي تويتر؟ الجراح استخدم شبكة 5G فائقة السرعة لإجراء العملية التي اعتبرها تجربية عن بعد للفاكهة وهي بداخل صندوق زجاجي في ولاية كنيفوليا الأمريكية وقد نشر مقطع فيديو العملية على تويتر المدون إياد الحمود رواد مواقع تواصل الاجتماعين قسموا بين مؤيدين ومعارضين للفكرة وكعادتنا في ترندنج الآن رصدنا لكم جانبا من هذا التفاعل نبدأ مع تغريدة خديجة التي قالت عاد إذا الشبكة ATC نقول للمريض السلم لي على الشهداء اللي معاك حساب آخر غرد ويتساءل وإذ علق النت والله ما نعرف شو ممكن يصير أما تعليق آخر غرد فقال ساخرا من القصة ونشر صور لموزة وعلق الحمد لله على السلامة فاطمة لم تنل الفكرة إعجابها فعلقت صعب صراحة ممكن أني أتقبل التقنية تدخل في أشياء معقولة بس ما تدخل في جسم الإنسان بشكل مباشر وبالطريقة ذي أما حساب باسم متقاعد هكذا أسمى نفسه قال الناس فاهمين أن المريض بيكون لوحده مع الأذرع المتحركة لا طبعا العملية ستكون بوجود جراحين يتابعون العملية كل ما هناك أن العملية ستتم عليها جراح كبير ومتخصص جدا ولكن لم يسعفوا الوقت والظروف للوصول شخصيا للمريض طبعا ستكون العملية مربحة جدا للمتخصص والمستشفى الذي يعمل بها الجراح عن بعد هل خطر ببالكم يوما ما أن ترون عملية جراحية تجرى ولموزة؟ شاركونا أراءكم عبر هاشتاق ترندنج الآن كما تعودتم شكرا للمشاهدة